قبل ما يبدأ المقطع اتمنى انك تحط الزرا لك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد واتمنى انك تنشر الرابط لاصحابك اللي لعبوا اللعبة رديد رديمشين تو عشان يستفيدون وانا استفيد شكرا لك هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع رديد رديمشين تو زي اللهب طبعا في هذا المقطع راح أعلمكم على اربع طرق للتنقل السريع او الفاست ترافل عشان تنتقل من مكان الى اخر طبعا كلنا نعرف انه اكثر شي قروش في العبات رديد رديمشين تو اللي هي المشاوير بالحصان والمشوار من مكان الى اخر لكن في المقطع اليوم عندنا اربع طرق للتنقل السريع او الفاست ترافل عشان تحفظ نفسك من المشاوير الهبلة الطويلة فيلا نخش في المقطع الطريقة الأولى التنقل من المخيم حقك إلى أحد المدن أو المنطقة اللي تبغاها وعشان نفعل هذا الخيار لازم نطور الكامب حقك أو المخيم حقك وعشان تطور المخيم لازم أنك تتبرع بمبلغ مالي أو تتبرع بالمبلغ المعين عشان تطور المخيم طبعا التطوير حق الفاسترافل أو التنقل السريع يحتاج تقريبا 600 دولار فأنت راح تتبرع ب600 دولار للكامب حقك وبكذا يكون تقدر تطور الفاسترافل وتقدر تطلعها في المخيم حقك طبعا زي ما تشوفون أنا تبرعت بعدها توجهت لي اللي هو الدفتر اللي جنبه تبرع على طول وهذا الدفتر هو الدفتر المسؤول عن تطويرات الكامب طبعا زي ما تشوفون هذه الصفحة لازم حين نضيف اللي هو التطويرين للكامب عشان يصير موجود عندنا فاسترافل طبعا زي ما شفتوا الآن ركبت اللي هو التطوير أبو 220 دولار هذا هو التطوير الأول التطوير الثالث راح يكون هو التطوير حق الفاسترافل راح يكون سعره تقريبا 325 ألف دولار يعني تقريبا نقدر نقول اللي هو 600 دولار عشان تقدر تركب اللي هو الفاسترافل البعض راح يقول والله ترى كثير هو نوعا ما كثير لكن انت كذا ولا كذا ترى راح تدفعها في مماكن ثاني على سبيل المثال راح تدفع الفلوس هذه في القطار عشان تنتقل من المكان لثاني ورح تدفع ايضا في اللي هو الواقينز او التكاسي تسميه تكاسي اللي تنقلك المكان الى اخر فكذا ولا كذا انت دافعها دافعها فاتشفع 600 دولار وارتاح وترى الفاسترافل راح يفيدك جدا 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 بالنسبة لمكان الفاسترافل في المخيم حقك راح يكون جنب السرير حقك او العربية حقك هذه زي ما تشون في القيم بلاي راح تضغط مثلث فاغط ورح تظهر لك الاماكن اللي تبغى تنتقل فيها طبعا لانا انا في بداية اللعبة راح يقول لي فقط اربع اماكن اذا كنت متقدم في التختيم راح تكون عندك عدة مدن وكلها راح تقدر تروح لها عن طريق اللي هو الفاسترافل وفي عدة ثواني على طول توصل راح يجي لك مجموعة من القصص ومجموعة من الكاتسينز الين ما توصل للمنطقة حقك طبعا الطريقة الاولى اللي هو الفاسترافل من المخيم هي افضل طريقة تقريبا بالنسبة للطريقة الثانية راح تكون طريقة التنقل بين المدن عن طريقة القطار طبعا اذا كنت بتاخذ تذكرة القطار راح تتوجه لهذا المكان اللي هو البوست اوفيس او صورة الرسالة في القريطة لما تخش راح يكون عندك اللي هو تقريبا بهذا الشكل كل اللي عليك انك تتوجه للشخص المسؤول عن المكان راح تروح عنده تتمي ضاغط على ال 2 بعدها راح تضغط اللي هو مربع عشان تاخذ لك اللي هو train tickets او تذكرة القطار راح تظهر لك مجموعة من المدن اللي يمكن تنتقل اليها اختار احد المدن اللي تبغاها وادفع القروش وبعدها راح يوصلك على طول ورح تظهر معاك مجموعة من القصص ومجموعة من ال cat scenes الين ما يوصلك لمكانك هذه هي ثاني افضل طريقة لل fast travel في لعبة Red Dead Redemption 2 يعني الطريقة الاولى راح تكون الفاست ترافل من المخيم والطريقة الثانية راح تكون اللي هو الفاست ترافل عن طريقة القطار او انك تاخذ تذكرة القطار وراح يوصلك للمنطقة المعينة الطريقة الثالثة راح نسميها طريقة التنقل عن طريقة تكسي طبعا صورة التكسي في الخريطة راح يكون بهذا الشكل زي ما تشوفون في game play هذا هو الشكل ويكون غالبا موجود في كل المدن اللي تزورها لكن بعض المدن تكون هذه العلامة مقفلة ليه مقفلة ايش الهرجة بكل بساطة انه راعة تكسي ما هو موجود في هذه المنطقة عشان كذا تكون مقفلة فراعة تكسي لما يكون في المنطقة اللي انت فيها راح تقدر تخليه يشيلك معاه ويوديك للمنطقة اللي تبغاها زي ما تشوفون ظهرت اللي مجموعة من المناطق اللي ممكن اتنقل عليها اختار المنطقة اللي تبغاها وهو راح يوصلك باسرع وقت ممكن هذه هي الطريقة الثالثة للفاست ترافل في لعبة Redemption 2 بعد طريقة اللي هو الفاست ترافل من المخيم والفاست ترافل من القطار والفاست ترافل عن طريقة تكسي زي ما تشوفون في Gameplay راح تجيك مجموعة من الكاتسينز ومجموعة من القصص الى انه يوصلك لوجهتك بالنسبة للطريقة الثالثة راح تكون بالنسبة للاشخاص اللي ما عندهم فلوس اللي فقط عندهم احصنه بكل بساطة سوي start وخش على الماب وحط علامة على المكان الذي تتوجه له بعدها كل اللي عليك انك تحط الحصان او تمشي الحصان على الطريق المناسب يعني تخليه يمشي على طريق عام ما يمشي على خبط تخليه يمشي على الطريق عام بعدها تخليك ضغط على الشاشة اللي في وسط اليد بعدها اضغط الهوة x 2 بعدها راح تحصل ان الحصان راح يمشي الحاله وراح يوصلك لوجهتك الحالك طيب كذا وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام